أعلنت شركة فايزر أنها أوقفت مبكراً تجربة لأقراص تجريبية مضادة لكوفيد-19 بعد أن تبين أن العقار يقلل بنسبة 89% من احتمالات دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة هذه النتائج تتفوق على نتائج سجلتها الحبوب المضادة للفيروس مولنو بيرافير من شركة ميرك أند كو والتي أظهرت الشهر الماضي قدرة على تقليص احتمالات الوفاة أو دخول المستشفى إلى النصف لمرضى كوفيد-19 المعرضين أيضاً لخطر الإصابة بأعراض خطيرة رئيس شركة فايزر ومديرها التنفيذي ألبرت بورلا وصف الأمر بأنه بشرى للإنسانية وقال إن من الواضح أن تلك النتائج فاقت التوقعات وتابع أن هناك حاجة ملحة لهذا العقار ما يعني أنه أصبح بالإمكان إنقاذ العديد من الأرواح إذا تحقق هذا الإنجاز في النهاية مضيفاً أن العديد من المصابين لن يكونوا بحاجة للدخول إلى المستشفيات